أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين أهلا بكم في أولى نشارتنا المحلية لنهار اليوم البداية بقطاع الفلاحة حيث طلبت الغرفة الفلاحية لولاية أومى البواقي مربية الأبقار بالتحرك لحماية الثروة الحيوانية من خشية الإصابة بوباء الحمى القلاعية بعد ظهور حالات مؤخرا بولاية الصيف وبتنة في وقت لم تسجل فيه مديرية المصالح الفلاحية بأومى البواقي أي حالة إلى حد اليوم ميكروفون رشيد مقدم الإخوة الحارة كانت على البقار مين وإلى خاصة نجيه تصطيف العلمة إلى آخره البقارة جماعة رهو يموت بثلاثمائة بميتين بقارة رهي بقي تموت ماذا بينا الإخوان سواء اللي يشري والله اللي يبيع والله اللي يصوق اللي يصوق هذو ماذا بينا في المدة هذي يحبس الحارة هذي لأن كل حارة حتى لعبة بعد لو كان يروح راح يجيب المرض يصفي البقارنتاعو ويصفي العشرة والتاعو كذلك في نفس الوقت نطلب الإخوة المربيين إذا شافوا واحد جاب بقرة ولا عجول ولا واشكين من نواحي هذو ماذا بينا يعلمون في ساعة لأنه باش نتخذوا الإجراءات اللازمة رغم بعض العرقيل التي تواجه الفلاحين المختصين في شعبة الطماطم الصناعية إلا أن ولاية اسكيكدا حققت هذه السنة نتائج فاقة التوقعات في إنتاج هذا النوع المزيد من التفاصيل في سياق تقرير محمد حمد حققت ولاية اسكيكدا هذه السنة نتائج باهرة في مجال إنتاج الطماطم الصناعية حيث استطاع الناشطون في هذه الشعبة أن ينتجوا نصف ما ينتجوا على المستوى الوطني بعد أن قدمت لهم العديد من المحفزات هذا الموسم تلقنا في تحسيس الفلاحين باش كتروا من المطماط الصناعية والحمد لله العام هذا دارنا 7800 أكتار ما تناسب 50% المساحة تربع ولايات نصف الإنتاج الوطني حوالي 50% 50% من الإنتاج الوطني سواء في المساحة ولا في الإنتاج لكن بعض الفلاحين الناشطين في هذه الشعبة والذين فق عددهم الألف فلاح لا يزالون يعانون من بعض المشاكل التي وإن تم القضاء عليها سيكون إنتاجهم أكثر مما حقق هذا الموسم الخير الحمد لله هكذا شوفوا فيه كيف عينيكم واش نوعدنا شوية مشاكل تعقل داما تعقل مرض نحب شوية تدعيم عند الدولة كش ما تعاوننا شوية بان عادوا نحيوة من جينا وش فيها والعام الجاي إن شاء الله لننكتروا الإنتاج نديروا أكثر من هكا ونزيدوا في الإنتاج إذن هي عرقيل وإن تم التكفل بها من قبل الجهات الوصية ستكون هناك نتائجا تفوق كل التوقعات في المواسم القليلة المقبلة مما سيساهم في انخفاض فاتورة الاستراد لا محالة لا زالت أزمة السكن تاكس بسلبيتها على السكان بولاية تيارت وهو حال عائلة متكونة من ثمانية أفراد تقطن بغرفتين ببلدية تخمارت منذ سلاثين سنة في ظروف صعبة نيار بن داود عندي زمن مفصرح هنا والسكن ما عنديش وراني مغبون بزاب بزاب وراني أقضي الواحد هي آمين وما زل ما فتلا في مصر مندي وراني مسكيرهم غبنا وليداتي راني بالحدود وراني بدول أن تحوموا وراني منين يجوغوا الله ما سيبوني يردق ونرني أن نردق الجامعة تعرفنا هنا عامنا 30 عامنا نستكنوا هنا هذه 30 العام وراني نديروا في الدوصيات الدوصي ما التسعين هذه تخيلها ما التسعين حتى لو لنا بنوش و93 ما نبانوش بانتنا ما تلت سعر عامنا دوصيات عندي وليدها من زوجات تعرف راني زوجة والله تال ومسيد الوالي يقضي معنا وروحت 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 ومكان ولو تنشد عائلة همهوم بمدينة تبسى سلطات الجزائرية التدخل العاجل والفوري من أجل انقاذ بنتها هندا المقيمة رفقة زوجها الفلسطيني وخمسة من أبنائها في غزة منذ 16 عاما حيث لم تتمكن من مغادرة القطاع الذي يئنه تحت قصف العضوان الإسرائيلي الغاشمة تقرير سليم دريد أجواء من الحصرة والترقب تأيشها عائلة همهوم بمدينة تبسى بسبب عدم تمكن الإبناء هندا القاتنة بغزة رفقة زوجها الفلسطيني وأبنائها الخمس المغادرة والعودة إلى أرض الوطن جراء القصف المستمر من طرف الكيان السهيوني الذي يواصل عدوانه على القطاع بكل همجية ووحشية بهم هندا المتزوجة لمدة 16 سنة في فلسطين وعندها خمسة سنة ما جاتش من خلال هذه الحرب فلسطين نطلب من السلطة الجزائرية وكل المعليم على هذه الأبناء المتشردين في كل الأماكن نطلب منهم أنهم يعاونونها كيفاش يسهلوا لها باش تخرج تروح البلادها قلوب أفراد العائلة معلقة إلى حين بروز أي جديد حيث يضعون كل آمالهم في تدخل عاجل من طرف السلطات الجزائرية لإنقاذ ابنتهم رفقة أسرتها المعرضة إلى خطر الموت في كل لحظة سفير الجزائري اللي يفرحوا في مصر أنه ينقض الجزائريين ومن بينهم أختي اللي اسمها همهم هندا نطلب منهم أنهم يخرجوهم وينقضوهم بأرباحهم بركة وحياتهم بركة يجيبهم لنا بركة حيين وتبقى حالة العائلة هنا مرتبطة بالمصير الغامض لأفراد العائلة هناك في انتظار أي التفاتة تعمل على كفكفة الدمع وتعيد الابتسامة إلى هذه الوجوه الحزينة فقلوبنا معكم دائما يا أهل غزة ختم واندشر السلام عليكم